اشتركوا في القناة مكان حفظه في برج لندن ولا يظهر إلا في مراسم التتويج الملكية ضمن مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث يوضع تاج القديس إدوارد على رأس الملك لمدة لا تتجاوز ساعة ويعاد هذا التاج الفريد المصنوع من الذهب إلى مكان حفظه في برج لندن في انتظار تتويج الملك المقبل فلنلقي نظرة دقيقة على هذا التاج النادر ودوره في تتويج الملوك صنع التاج من الذهب الخالص عيار 22 قراطا ويعود لأكثر من 360 عاما يبلغ ارتفاعه 30 سنتيمتر ووزنه كيلوين و230 جراما الملكة الراحلة إلى زابيث الثانية هي آخر ملوك بريطانيا الذين وضعوا تاج القديس إدوارد أثناء مراسم تتويجها عام 1953 وخلال الأعوام السبعين الماضية كان التاج محفوظا في برج لندن صمم هذا التاج للملك تشارز الثاني عام 1661 وأطلق عليه هذا الاسم لأنه شبيه بالتاج الذي حمله الملك والقديس الأنجلو سكسوني إدوارد التاج مرصع ب444 جوهر وحجر كريما بينها العقيق والياقوت الثمين ويغلب عليها اللون الأزرق الفاتح والأخضر الماء للزرقة كانت الأحجار الكريمة التي تزين التاج قابلة للفك وكانت تستعار خصيصا لهذه المناسبة ولكن في القرن العشرين جرى تثبيت هذه الأحجار والمجوهرات على التاج بشكل دائم في قمة التاج صليب مزين بأحجار كريمة وتتدلى منه خرزات من الذهب وتحت الصليب كرة ذهبية ترمز لاتساع ولاية الملك ورغم أن تاج القديس إدوارد أبصر النور قبل أكثر من 360 عاما لكن الملك تشارز سيكون العاهل البريطاني السابع الذي يضعه على رأسه ترجمة نانسي قنقر